بيروت منزوعة السلاح شعار طرح منذ سنوات هذا الشعار يعود اليوم ليرفع من جديد في العاصمة بالتزامن مع تنفيذ الخطة الأمنية في طرابلس أنت مع الخطة الأمنية التائلة على بيروت؟ أكيد بيروت الوضع والعالم تعيش مرتاحة كل بلان بدون استثناء خطة الأمنية راحية، شنوب، شمال بصير أمن بكل لبنان، مش بس بطرابلس وبيروت صح؟ مكشف الجيش بكل لبنان بحاجة كل إنسان يشوفه الراحة والأمان بقنان بناء الجيش هو يسيطر على كل لبنان يعني الدولة بيروت، بغير بيروت، كل لبنان بدنا الأمن والأمان بالبلد بيروت، ولا كان بطرابلس، ولا كان وكان ما كان بالأراضي اللبنانية الإشكالات في بيروت تتكرر بسبب تفلط المسلحين الذين تزايدوا خصوصاً بعد زرع منتمينة إلى ما يسمى بسرايا المقاومة في الأحياء وقاع الأمور اللي صايرة بطرابلس بتبشر بأن الأمور رايحة لتحسن كبير وبتأكد على أن الجيش والقوى الأمنية أدرى أن تضبط الأمن وتؤمن استقرار المواطن إذا أعطيت الغطاء هذا مطلب الآن أن ما حصل في نموذج طرابلس ينبغي أن يعمم على بيروت وعلى سائر المناطق اللبنانية أنا باعتقادي أنه كما فعلت القوى السياسية في طرابلس بأنها أعطت ثقتها للجيش اللبناني وللقوى الأمنية المختلفة المطلوب من القوى السياسية في بيروت أيضاً اللي بتغطي سرايا المقاومة أن تمنح نفس الثقة للجيش اللبناني وتؤكد أنها فعلاً لا مجرد قول وشعارات هي التطبق بالجيش اللبناني وأن ترفع الغطاء عن كل المسلحين كل السلاح الظاهر الموجود في بيروت حتى يستطيع الجيش وتستطيع القوى الأمنية أن تبسط سيطرتها بالكامل ونمنع هذه المظاهر وانطلاقاً مما تقدم هل سيسهل العمل للوصول إلى حل في بيروت شبيه بما حصل في طرابلس أم أن هناك عراقيل ستوضع أمام الدولة من قبل أصحاب السلاح غير الشرعي